أختي عائشة وأخي خالد وأخي نعمان بحمد الله تعالى لقد قمنا بغسل اليدين والفم قبل العشاء والآن تعالوا نقرأ بسم الله وعلى بركة الله قبل تناول الطعام بسم الله وعلى بركة الله عرفت الآن لماذا أنت تمضغين الطعام بصوت عالي؟ علينا أن نجيد المضغ بحيث لا يرتفع صوت أثناء المضغ طيب أخي عمر ساهتموا بذلك من الآن إن شاء الله أخي خالد من أداب تناول الطعام أن نأكل مما يلينا إذا كان الطعام نوعا واحدا في الطبق ولا نأخذ من هنا ومن هنا ولا نتناول الطعام من أطباق الآخرين أو من أمامهم أخي عمر بحمد الله تعالى لقد تعلمت بسببك اليوم آداب تناول الطعام وهل من الممكن أن نأكل الطعام وأنت تذكر لنا بقية السنن وآداب الطعام هذا رائع وجميل يا أخي إذا كانت المائدة مفروشة على الأرض فالسنة أن نجلس على رجلنا اليسرى وننصب اليمنى أو نكون جالسين على ركبنا وبطون أقدامنا مثل جلسة الصلاة ومنها إذا نسينا التسمية في أول الطعام فلنقل بسم الله أوله وآخره أعيد ما قلت أخي عمر تفضل من أداب الطعام أن نأكل مما يلينا ما شاء الله صدقت يا أخي وكذلك لا نصدر أي صوت أثناء مطر الطعام أخي عمر وكذلك لا نعب أي طعام قط ما شاء الله نعم بكل تأكيد وعندما نفرغ من الطعام يجب أن نقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين أحبة الصغار أرجو منكم الالتزام بهذه السنن والآداب كلها وهيا بنا نقرأ الدعاء بعد تناولنا للطعام الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين مسلمين